خسائر مروعة لقطاع الصيد في اليمن منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام هذا ما كشفته تقارير حكومية عن فقدان آلاف الصيادين اليمنيين أعمالهم في قطاع صيد الأسماك جراء الحظر المفروض على الصيادين من قبل التحالف والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي على امتداد سواحد البحر الأحمر ووفقاً لبيانات وزارة الثروة السماكية التابعة للحكومة فإن تسعين ألف صياد كان مرخصاً لهم بممارسة مهنة الصيد في اليمن قبل الحرب ستون في المئة منهم يملكون قوارب صيد بينما يعمل الباقون مقابل أجر يومية ويشير مدير مكتب الثروة السماكية في محافظة تعز إلى أن الصيادين في الساحل الغربي يبلغ عددهم ثمانية آلاف صياد فقط وهو عدد ضئيل قياساً بأعداد الصيادين قبل الحرب وتوضح التقارير إلى أن المئات من الصيادين فقدوا قواربهم إما بسبب الدمار الذي تخلفه ألغام ميليشيا الحوثي أو قصف التحالف أو مصادرة قواربهم من قبل القوات الأرتيرية التي تحتجز المئات من الصيادين اليمنيين بعد مصادرة قواربهم وتركز الإمارات بدرجة رئيسية على فرض سيطرتها على المواقع الحيوية في جنوب اليمن والموانئ والجزر الحيوية ومنها ميناء عدن وميناء الضبى بحضر موت وميناء المخى وباب المندب وميناء بالحافة الاستراتيجي في شبوى وجزر ميون وكمران وأرخبيل سقطرة ويتضح أن من وراء هذه السيطرة وفق مراقبين مغازن اقتصادية وتجارية أكثر منها إنقاذية وتعاونية والسيطرة على ثروات اليمن وأهمها الثروة السمكية المتنوعة يأتي هذا في ظل احتجاج مستمر من قبل الصيادين في عدد من المحافظات منها المخى والمكلة عبر تنفيذ وقفات احتجاجية ومطالباتهم المتكررة بوقف العبت في الصيد بالطرق المخالفة وغير القانونية لحماية الأسماك من الانقراض وكذلك منع الشركات الأجنبية التي تتوغل في مناطق الثروة السماكية باليمن وتهدد كثيرا من الصيادين اليمنيين بمصدر رزقهم الوحيد وتعرض القطاع السماكي في اليمن بسبب الحرب المستعرة للتدمير في البنية التحتية وتوقف لأعمال الصيد وتضرر في القطاع الذي يعتمد عليه أكثر من مليونين سمة من إجمال سكان اليمن بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الثروة السماكية ترجمة نانسي قنقر